السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاة حامد وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثامنة من سلسلة عدة اليوتيوب اللي هي سلسلة بتكلم فيها عن أمور بتهم الناس اللي مهتمين بصناعة المحتوى إن كان لليوتيوب أو لغيره بشكل عام تكلمت مسبقا عن مجموعة من المايكروفونات وأدوات الصوتيات وأيضا تكلمت عن مجموعة من الكاميرات اللي ممكن كثير تكون مفيدة للناس اللي حابين يبلشوا وما عندهم المعلومات الكبيرة عن كاميرات التصوير في هذا الفيديو حاب أني أتكلم عن الأمر التالي اللي لازم تشتريه مباشرة بعد ما تشتري كاميرتك ألا وهو بطاقة الأس دي كارد أو اللي هي بطاقة التخزين اللي كل شي راح تسجله راح يتخزن عليها هذا أمر لازم تكون عندك فيه دراية لأنه ليست كل بطاقات الأس دي كارد متساوية ففي بطاقات أس دي كارد لها اختصاص معين وفي كاميرات راح تحتاج لنوع معين من الأس دي كارد علشان تقدر تستخدمها مع كاميرتك وقبل ما أدخل بأي تفاصيل لازم أذكر أنه هذا الفيديو هو برعاية كينغسون واللي مشكورين أيضا زودوني بكل بطاقات الأس دي كارد اللي قمت باختبارها في هذا الفيديو علشان أشرح لكم إيش الفروقات ما بين أنواع الأس دي كارد الآن في عندك عدة جزئيات في تسمية أي بطاقة أس دي كارد المتفق عليها عالميا بين كل المصنعين بغض النظر من أي شركة كانت بطاقة الأس دي كارد اللي راح تشتريها راح تلاقي في عليها مجموعة من الأمور اللي إلها معنى معين بداية عندك مسمى أس دي كارد نفسه الآن أس دي كارد لحالها ترمز إلى أنه هذا الكرت سعته التخزينية هي ما تساوي أو ما دون الثمانية جيجا بايت أي شيء أعلى من هيك ما بين 16 جيجا بايت لغاية 256 جيجا بايت بيجي بعد الأس دي كارد كلمة HC HC معناها High Capacity أو سعة تخزينية عالية أما بالنسبة لأي شيء أعلى من 256 جيجا بايت مثل بطاقات 512 جيجا بايت هو يعتبر XC XC معناها Extended Capacity أو سعة مزودة أو مدعمة بشكل كبير هذه البطاقات فعليا تصل سعتها لغاية 2 تيرابايت الآن هذا بالنسبة لأول مسمى راح تلاقيه على بطاقة الأس دي كارد نفسها أما بالنسبة لما يليها مباشرة فهو كله يتعلق في السرعة والسرعة هي أمر أساسي جدا لما تطلع على أي كاميرا أنت موجودة عندك بناء على راح تقرر شو هي سرعة الأس دي كار اللي أنت بتحتاجها بحيث أنه الآن كل كاميرا لها إعدادات مختلفة وفيها قدرة أنك تبدل ما بين تصوير ريزيوشن 720 الفل أتش دي أو الفور كي اللي هو هذا الفيديو أمصور فيه واللي بتقدر تنزل تحت من الإعدادات لك تغير هذا الشي وتتفرج على الفيديو لدقة فور كي الآن كلما زادت الدقة تاعة الفيديو اللي أنت بتتفرج عليها واللي أنت بتصوره بالأحرى بزيد اللي هو حجم الملف نفسه اللي أنت بتسجله وأيضا بتزيد سرعة كتابة كاميرتك للمعلومات اللي هي قاعد بتصورها إلى وحدة التخزين اللي بتكون موجودة في داخل الكاميرا وأيضا في عندك بعض الأمور الأخرى اللي بتلعب دور بالحجم فليس فقط الريزيوشن في عندك أيضا اللي هي الكمبريشن أو قدرة الضغط تاعة الفيديو على سبيل المثال في كاميرات سوني عندك القدرة أنك تصور فور كي بضغط خمسين ميجا بايت لكل ثانية يعني كل ثانية كل المعلومات اللي بتكون موجودة فيها بتكون مضغوطة لخمسين ميجا بايت في عندك كاميرات أخرى بتضغط لمائة ميجا بايت عندك كاميرات أخرى بتصور لمائتين وفي عندك حتى لواحد جيجا بايت بالثانية الواحدة إذا بتكون بتصور ملفات من صيغة راه أو إذا بتكون بتصور بفريم ريت عالي جدا جدا مثل كاميرات الفانتوم على سبيل المثال اللي بتوصل لنصف مليون وأكثر فريم بالثاني الواحد اللي هي السوبر سلو موشن العالي جدا 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 فهذا الكلام كله يؤثر بإنت شو طبيعة البطاقة اللي انت بتحتاجها والأمر اللي بداخلنا على الفئات أو لكلاسز فأي بطاقة في العالم رح تلاقي مكتوب عليها دائرة وفي جواها رقم هذا الرقم قد يكون 2, 4, 6 أو 10 كلاس 2 أو 4 أو 6 أو 10 بيرمز إلى قديش السرعة المبدئية الدنيا لهذا البطاقة من ناحية سرعة الكتابة تحديدا فعندك الآن بطاقات الفئة الثانية أقل شيء كسرعة قراءة أو سرعة كتابة بالأحرى لازم تكون 2 ميجا بايت بالثانية أيضا في عندك نفس الكلام ينطبق على الستة والأربعة والعشرة بحيث أن بطاقات الفئة الرابعة أقل شيء سرعة قراءة يفترض أنها تكون أربعة نفس الشيء بالسادسة 6 ميجا ونفس الشيء بالعشرة مبدئيا بتكون من 15 ميجا بايت فما فوق الآن حاليا إذا إجيت تدور على أمازون على بطاقات SD كارد 99% من كل نتائج اللي رح تطلع معك رح تكون كلاس عشرة هذا السبب بيرجع لتطور التكنولوجيا بشكل عام بحيث أنه بطاقات المسبقة اللي كانت أصغر من ناحية أنه SD فقط وليست HC أو XC لا تعمل مع قوارئ الذاكرات الحالية ونفس الكلام إذا جبت بطاقة SD كارد حديثة حولت أنك تشغلها على قارئ بطاقات قديم مش رح يشتغلوا لأنه التكنولوجيا اختلفت اللي بتكون موجودة بداخلهم الآن تطور التكنولوجيا هذا أدى إلى أنه أصبح فيه داعي لفرز أنواع الكلاس 10 نفسهم مثل ما كان مفروز اللي هي الفئة الثانية والرابعة والسادسة والعاشرة صار الآن نفس الفئة العاشرة لازم تنفرز كمان مرة لأنه في بطاقات تختلف ما بين البطاقات الأخرى الآن هذا الكلام يعبر عنه من خلال حرف يو بيكون موجود على البطاقة وفي داخلها رقم غالباً أما بيكون واحد أو بيكون ثلاث بحيث أنه أي شيء بيكون موجود في اليو واحد هو بالعادة بيكون مهيئ للكتابة بسرعة الدنيا بتكون 15 ميجا بايت اللي هي الستاندرد الطبيعي لبطاقات الفئة العاشرة وفي عندك الآن الجيل الجديد اللي هو اليو ثلاث وهذا الأمر يعني أنه هاي البطاقة بتكون مهيئة على الأقل أنه تكون سرعة الكتابة عليها ما بين الـ 15 ميجا بايت لغاية الـ 50 ميجا بايت أما بالنسبة للـ U3 فهذا الأمر يعني أنه البطاقة رح تكون ما فوق الـ 55 ميجا بايت لغاية سرعات بتوصل لـ 200 ميجا بايت بالثانية لأن هذا الكلام كله جميل جداً ولكنه مقدمة نظرية الشي الفعلي هو الاختبار على أرض الواقع فاستخدمت أربع بطاقات من شركة كينغستون اللي هم كلهم كلاس عشرة ولكنهم من فئات مختلفة وبساعات مختلفة في عندنا من 32 جيجا بايت لغاية 512 جيجا بايت بالإضافة لأنه في عندنا كلاسات مختلفة في عندنا كلاس تن يو واحد وكلاس تن يو ثلاث خلينا نجرب من خلال عدة اختبارات أول اختبار قمت فيه هو لقياس سرعة البطاقة نفسها أو الحد الأعلى لسرعة الكتابة والقراءة واستخدمت قارئة ميموري من شركة كينغستون أيضاً اللي هي من نوع USB 3 علشان ما يكون قارئ الـ SD كاردز نفسه اللي بس تعمل ويسبب أي مشكلة من ناحية قياس السرعة وهو الاختبار أعطاني التالي كل الكروت اللي من الفئة العاشرة تحديداً U3 أعطت على الأقل 75 ميجا بايت بالثانية سرعة كتابة وأقل شيء 90 ميجا بايت سرعة قراءة في حالة الـ U3 وهذا الكلام أيضاً انطبق على بطاقة 512 جيجا بايت اللي أيضاً كانت U1 وليس U3 اللي أيضاً أعطتني نتائج نفس الـ U3 هذا الكلام بيرجع لتكنولوجيا البس اللي موجود جوه اللي بيتحكم بالذاكرة نفسها وطريقة عملها أما بالنسبة لبطاقة الكلاس عشرة U1 فأعطتني سرعة كتابة عليا وصلت بحدود 25 ميجا بايت بالثانية أما بالنسبة القراءة فأعطت ما يقارب 70 ميجا بايت بالثانية وهذا الكلام بيعني أنه ليس كل بطاقات U1 تنفع لأي كاميرا فعندك كاميرات ما بترضى في أي سرعة أقل من 90 أو 50 ميجا بايت كتابة مثل كاميرات سوني اللي بتصور 4K أقل من 50 ميجا بايت كتابة الكاميرا نفسها ما رح تقبل فيها لأنه سرعة التصوير نفسها بتكون أعلى من سرعة أو قدرة الذاكرة على أنها تأخذ هاي المعلومات الآن تركت هذا الاختبار على جنب واستخدمت اختبار حقيقي وواقعي لما أصور ملف مدته نصف ساعة بدقة 4K اللي حجمه تقريبا 20 جيجا بايت جربت أنقل هذا الملف من سطح المكتب إلى بطاقات الأس دي كارد اللي موجودين عندي ونتاج كانت كبتالي كل البطاقات تقريبا أعطتني ما بين الأربع دقائق وما بين الخمس دقائق وعشر ثواني في أقصى حالة لما تكلمنا عن الأربع وستين جيجا بايت من كينجسون بحيث أنه كان في لحظات قليلة اللي بطأت فيها ولكن باقي كروت الأس دي كلهم كانت سرعتهم تقريبا متساوية بدرجة جدا كبيرة بحيث أن ملف حجمه 20 جيجا بايت انتقل بما يقارب الأربع دقائق وعشرين ثانية أما بالنسبة لبطاقة 32 جيجا بايت اللي كانت من الفئة العاشرة ولكن يواحد فأخذت ما يقارب 16 دقيقة يعني تقريبا أربع أضعاف باقي البطاقات بحيث أن السرعة تقريبا من الواضح أنها أقل بأربع مرات من الكل مثل ما أعطانا اختبار السنتاتيك اللي جربناها قبل شوي فثاني مرة لما تيجي بدك تشتري بطاقة أس دي كارد تطلع على مواصفات البطاقة نفسها وقدش سرعتها القصوى ولازم تختار شيء يناسب إيش أنت بدك تسوي فيها إذا بدك كاميرا بتصور 4K حاول أنك تظل في مجال الكلاس 10 U3 بالإضافة لأنه لازم تطلع على سعة مناسبة بحيث أنه أغلب كاميرات اللي بتصور 4K ما بتقبل بكروت 32 أقل شيء هو 64 جيجا بايت أما بالنسبة لثاني شيء لازم تطلع عليه ألا وهو العلامة التجارية في بعض الشركات الصينية اللي بتوفر بطاقات بسعات هائلة جدا وأسعار رخيصة ولكنها فعليا ما بتعطيك هاي السعة الحقيقية فبتكتشف بعدين أنه مع أنه البطاقة مكتوب عليها 128 جيجا بايت أنها فعليا هي عبارة عن بطاقة 32 جيجا بايت وحتى بسرعة أو بفئة أقل فحاول أنك تظل مع ناس موثوقين أو مع شركات موثوقة أنا شخصيا جربت مجموعة هائلة من البطاقات واللي منكم تابعني على تويتر بيعرف في قصة صارت معي مع شركة SDCars مشهورة جدا بحيث أنها كانت عملت لي مشاكل كثيرة صراحة بحيث أني كانت تخرب معي كروتهم بشكل مستور ولهذا السبب من قبل حتى ما كينغستون كلموني علشان يروع هذا الفيديو أنا حولت على كينغستون من قبل هذا الكلام واللي منكم بيقدر يدور حسابي على تويتر وببين معه بشكل واضح فصدقا كروت كينغستون كروت بنصح فيها بشدة إذا كان معك قدرة أنك تجيب البطاقات الأكبر شوي مثل 256% أو 512 جيجا بايت رح يكون أمر خرافي جدا ولكن في مدرسة بتقولك أنه لا أنت حاول تخليك على بطاقات متوسط الحجم مثل 128 جيجا بايت على أساس أنه في حالة لا صمح الله صار معك أي شيء وضاعت البطاقة أو انكسرت أو خربت أو ضاعت الملفات اللي عليها ما تكون ضيعت كثير فبتصير كل 100 جيجا بايت تضطر أنك تفضي وفي ناس آخرين بيقولك لا أنا كاميرتي بتظلها في الستوديو وميموريتي ما بتضيع بطاقة 512 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت رح تكفي أنه أشتغل عليها كل شيء وكل فترة وفترة أنا بفضيها أول بأول فهذا كان كل شيء لهذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو أش حابين تشوفوا بالحلقة القادمة من سلسلة عدة الكاميرات أو عدة التصوير في الأحرى وعدة يوتيوب شاركوا مع رأيكم معنا في قسم التعليقات بالأسفل روابط لكل البطاقات اللي ذكرتها واللي فرجتكم مئة في هذا الفيديو رح تكون موجودة في صندوق الوصف بالأسفل بتمنى أن يكون هذا الفيديو أعجبكم وإنكم استفدتم منه هذا كان كل شيء لهذا الفيديو كاماكم صلاح حامد في أمان الله